السلام عليكم و اهلا بكم و مرحبا بكم مشاء الله تكونوا كم المهنين بصحيحتكم و بخير و على خير صباح النور صباح اليسمين جيت نطلع لكم حبيباتي و جبت معايا سعادة و اشو نقولكم سعادة طلع المغال لمحبي هاد النوع من الفيديوهات اكيد الفيديو تاليوم رح ينال اعجاب ديلكم و انتمنى تاني يقدرينفعكم كما راكوا تشوفوا البناترانا في دالي براهيم عند المحل تا بيلا ميزون بلا ميزون هي مركة تركية يبيعوا لابسل المعين و يبيعوا لانج دو ميزون رح نطلب معاكم دورة خفيفة اه كو تشوفوا الجمال والاناقة لاكلاس النادافة يعني سين بليزير لبناتنا كليونت سافي ديزان يعني بلا ميزون و كينوح المغال يطلع لسبح الله هرمون سعادة يطلع تالما يعني تشوفوا هذيك لابسل لفغي بورسولان مملي مودل لي متلقوهم ني منا ني منا الحاجة الشابة و الحاجة الجميلة اللي بلا ميزون دارت هنا هي دارت لكم ان كود برومو اه سبيسال لي كومنتوما المتتابعي تقناة مطبخ وتدابير داداح الكود برومو هادا داداح ديس غالب من لفتكات سبتمبر حتى لفتسات يخي هكا يبدأ لفتكات و يخلاص لفتسات هاد اللا بروموسيون راهي 10% لي كومنتوما و لعيونكم واحدة اللي حابة تكسب حاجة فغي من كلاس حاجة اونيك معليها غير جي عند بلا ميزون و كيما دائما ما الفان قولكم لي ليشري تنزه و لي في يدو كل يوم عيدو معليش أنا لو فالدفو غير هكدا يعني ندخل نضرب دورة و نشوف جديد التاحوم هذيك لابسل العزيزة هادا كلو لانش العزيز و وشو نقولكم الموغال يطلع و كي توالي الواحد يعرف وين يقصد و يعرف وش يشري الحاجة المليحة و سي عند بلا ميزون عندكم بار اكزمبل سيخطن سيرفيس عندهم واحدة سيرفيس تقدري تدي ماشي بالشرط تدي من كل حاجة ستة ما انتا تحبي تدي زوج زوج تحبي تدي ثلاثة ثلاثة يعني هاد شي ديسبونيبل عندهم و هذي هي الحاجة الرائعة هنقوت لكم دربة لكم دارة شوفوا هاد لا المحل لديكم انتوما و ما من الناس اللي تشري ان ليني ما انتا تسكنيباعد شوفوا عندهم هنا في دالي براهيم انعلش نروح لهاد يعني المحل تدالي براهيم اللي انو مشي بعيد بزا فعلية سينو كاين في سيديحيا كاين في سطف و كاين في وهران هذا الرقم تعل هاتف اللي ركو تشوفوا فيه هراهو سبيسال بلو ماجازان تدالي براهيم سينو كل محل وكل جهة عندها رقم الهاتف المخصص بها نخلي لكم لونيان تعالى باشتاحهم تدخلو تقدروا تديرو يعني تقدروا تشلو اونلين بيانسور ولا تعيدو كاينو فرقم الهاتف اللي روي بنقدمكم هنا رانا هبطنا للسوصال تشوفوا يعني ليتابي ليدغاد بان شوفوا ليدغاد بان سرابت لسوختي دبان وشون قولكم يعني عندي سرابت صافي دي زاني اخسلوا ولبس حافظوا عالشكل ديالهم يعني يقعدو توجو غر طوبة وشون قولكم حاجة دو كلاس وخلاص ودركا نوري لكم الشي اللي جبتو من عند بلا ميزون وان شاء الله نقدر دائما ننفعكم ونعطيكم افكار شوفوا لبنت جوست الاسبيغاتر ومبعك جبت لبروجوي سبيسال موبل تاستيك جوست كي مرة كنت شوفوا شوفوا ذيك اللمعة ينحي الغبار يعطي هذيك اللمعة العزيزة جوست على كاملة ماشي كي ما يقولوا لحبق عشوالق لازم كي نجي لو كان مخدى مخدى نجي فرشان حب ما كاش الظربية تكون مقيقية اللي فوتوين ما يكون فيهم حتى غبرة تكون دار مهوية هكذا بش تحلالي ما انتا ما نحبش اكو تعرفوا المثال اللي يقولوا هنا سيزمان لحبق عشوالق ما تاتحطي حاجة جديدة والدنيا ما هيش مقيقية ووالا شوفوا هنا رجعت كل حاجة لامكان هاكي ما راكو تشوفوا ورح نوري لكم اللي جوتة والبلد اللي يجبتو اكو تشوفوا الفوتوين تاعي جاي اللي نيونس دو كولور المارون باج هذيك الخطرات زد الجوتة في الجون على حساب اللي يبانو تعالغيدو وشوفوا هاد اللي دو جوتة جايين في البرغ وفي الغاز وهاد اللي رح اللي رح اللي باني كاشبو شوفوا تاني كيفاش جاني باشكي نحب نبدل يعني نخرج غير هاد كل البلد وزوج مخايد واشوفوا لمسة بسيطة لكن بدلت صانو مئة وثمانين درجة دو كتوفوا النتيجة بانسور جبت لبغيم ديالي بغيم دولانج تاع فراشويند هاد 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 شوفوا عندكم ديريم ملافاني عطر جديد خرج واشو نقول لكم يا لبنات لاباني ريح وهادا تاني فرانش ما نيفيك ريحة رائعة واشو نقول لانسان لانتاعي خرج طب يعني بالنسبة ليا لاني انا خرج طب ابخين توما كما العادة تعتوني رايكم ودوكا راح نشارك معاكم لسير بيكان كود كور بزاف شباب راهو ان بورسولان شوفوا فيه البلا هاد وليز اس بورسولان هاد السيرفيس ان بورسولان على بلكم هاد لسيرفيس من نوع اللي كيف احنا مالينا ورتونا بعض المعن كيف هاد هاد لسيرفيس هاد تحت تورتوهم ان شاء الله لوليداتكم تلمون شابين وعندهم الحطة شوفوا هذا ما كان شوفوا هاد تبيسيات لغو مقين ها هي لك عندكم البلا صغار وكين بول ستة من كل نوع شوفوا البلا الكبير جاي بلو بلو وفر و البلا صغير جاي في الدقيق ها في البلو و البر و بعد تكتع الجوازات الغوامق هاد ها ها لك بلو والبلو وهذا البول جاي للدسن ديالو في الدقيق هاد جاي وحده هاد سالة دي جاي وحده يعني اللي يحب يدي زيادة هنا مملا بلي فرجتها لنا بتاع بلا ميزان اللي تعرفوها كاملا عندي وحده في البلج وحده في البلو وهنا حطيت لكم لسير بي جبت الكي سنت تعي لي تعرفوهم داي من هاد الكي سنت صوني عليهم راه هم توجو دو شاي بلا ميزان و ها ها هولي ك لسير كي كيف يأتي في الطابل وشوفوا كيف خرج السالون وشوفوا الشكل النهائي ديالو قولوا ليرايكم اسكو خرت شباباك وشوفوا نزيدوا حاجة خفيفة شوفوا هنا الهدف لكي ندو أفكار لكي تشوفوا تغيير بسيط مع النظافة وتفح فيها وترتب لدينا نتيجة دو نروح المنو الباسيط اللي درته اليوم شوفوا أول حاجة وجدت شربات سكرفت ربعة أحبت على قارص نحي تغير هذه القشرة الفوقانية لا تحقق وحضرت ثلاثة 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 القشرة ثلاثة 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 ممتاز ثلاثة ثلاثة الثلاثة ثلاثة 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 كمثالة الدوغة أكثر من رائعة كما تذهب الى ريستوران والغيات كانت المعدنس المجففة وقررت القارس هذه هي الماغينات اليوم حمرت الجج في الكوكوت معناتها ثلاثين دقيقة الجج كان طيب و تلقي الأساس العزيزة و بعدها حمره مليح نستطيع التحميرات لغوتي نجوزها في المقلات الهوائية والتي لا يوجد مقلات الهوائية تقوم بالفور نقل التحميرات على نار قوية و نغلق نقص النار تماما و نغلق الكوكوت 30 منوط هنا نقوم بشريبة نقوم بتحمير نار逸ا حرب سمن و نستطيع عبر القناة و نتحب الجج و ملح و ربعته قرفه حتى لو كلا و نعرف النجاج و لا نستطيع التحمير و لا نستطيع التحمير و لا نستطيع التحمير يجب التحمير في النار حتصة و نستطيع التحمير و ادخلت لبنات 250 غرام فارينة و مارغارين و مارغارين بحرارة المطبخ و بعدها تبسست فارينة و ادخلت حبيبه و اولاد الجج و بدأت المفل و عندما تلمت لك تضيف القطارات لا يكون برد فقط هذه هي لابات بغي زيديا و لا تعجنوا شبر كليموها و ادخلتها في التلاجة و ادخلت الحشو و ادخلت البصل اللي قطعته في الخشين مع شوية عيدام و الزيت و بدأت ندبل في البصل و البصل ديالي دبالو بدأ اللون ديالو يجي دهابي و انا درت الشامبينيون لبنات الشامبينيون اللي تعال بايت غلى و اللي تنشري فخي انتبع باش تزيدو خمسالف ولا سبعالف و تجيبو الشامبينيون طازج تجيل بنا ديالو مخالفه معده حتى علاقة معها تعال بايت ادخلت شوية ملح فلفل لك حل كما راكوا تشوفوا ها هوليك هو ودبال تماما وتعسل لانستلو شوية ماء شوفوا هكذا يعني باش يطيب لي ملح و انا هكذا تقدروا تقولوا الحشو راهو لك واجد ها هوليك درت فلفل عكريل بنات باش محبيت كل شي يجيني بيط يعني حبيت اللون تعال كيش تعي يجي رايح في الخوخي ها هوليك لاباتتايج بتها من الفرجيدر وحليتها في البابيو كويسان يعني بشي جيني سهل وحطيته داخل المول ها هوليك شوفوا يعني سهل طريقة سهلة جدا اه اي تاليت لاباتتايب الطريقة لك وشوفوا فيها وما بيد ما الحشو ديالي يبرد حطيتها في الكنجيلاتي غمدة واحدة دي مينوت لطن اللي طابتلي شريبة ديالي وباك حطيت الحشو وحطيته اي طيب في الفور الفور ديالي شعلته من فوق ومن تحت سبعتاش ندقيقة ها هكا كان يعني واجد معي دوكنو حولا بغايا كيشتانا زوج حبيبات ولاد الجاج درت معاهم كخيم فخاش كاس غرباء ولا تقريب انكاس تعال كخيم فخاش كخيم ريكيد ودربتها درت لها الملحو في فلك حل هادي هي هادا وش درت وبعدها جبت هادا كلو مينانج درت له فرماج ديروا اي نوع من الفرماج تحبوه باش تجي بنين يعني هاد الكيش جات وش نقول لكم من يديكم جيب الزافة بنينة واصفت سهلة يعني لو منو تعلوم اه منو غابيد لي ما يديش الوقت تقدر تدو افكار يجيكم ضيف يعني ضيف منش يلي تستحو منو ولا تحبو بار اكزامبل تفرحوا العائلة ديالكم منو يكون مخالف ايبا اكيد حين تدو افكار اليوم والا هاهو ليك شوفوا معايا اي تالي تكاملت اي كلا فخص وبعدها درت هادي كلا بغايا كيش ديالي فرختها كده من فوق وزيت فخماج غابي وحطيتها الطيب وخليتها تبرد تماما وبعدها تقسمتها ودوك تشوفو الشكل ديالها النهائي بانسير مع الاخير كيكون عندكم فخماج غابي اديروه راح يزيد بانسير بنا على بنا وايلي كلا كيش ديالي راح يليك واجده شاهدكم ان شاء الله في الجنة وبانسيروه حميس اللي درتو بالفل في الحارو في الحلو اهنا بعد ما ضاب الجج اجبتو هناكي مرقت شريبة تاعي والجج طاب نحيت هادك سدرتا الجج فتتو وعاوت رجعتو يعني لشريبة ودت غراف تاع مرقة خليتها حتى بردت تماما ندير مع هالصفر هادي هي العقدة تاع شريبة ديالنا صفر تاع حبيبة تاع ولاد الجج ودرت لها القارس والمعدنوس ودربتها وعقدت بيها شريبة ديالي هادي هي العقدة اللي تختر لنا الشريبة وش نقول لكم واحد البنة شوفوا الاطباق التقليدية ديالنا بسيطة ومشي مكلفة وتجيبني نشوفوا الشريبة ش حاجة تشبه والبنة يعني بزاف شوفوا انا عندي فيديو قديم متاع شريبة وقرأوا التعليقات يعني نشوفكم نجحتو في الوصفات وفرحتو بيهم وهدي هي الطاولة ديالنا ندشنت قبل المولد النبوي الشريف لسيطة ديالي وهاوليك البنة هاداك الجج انا رافقتو بالروز الروز درت له غير الماء والملح والزيت فقط هو تغلى وانا درت له الزبدة ونبعك لصوص شوفوا لصوص تها الجج باش نسقو الروز ديالنا مادرتش الخبز علاش لانه لاكيش تمشي مع الشربة والجج هاداك يتمشى مع الروز وهايلك لاكيش تاعي كيفش جتم هوية بنينا الدوب دوابان في الفم والحميس البنات سيبالابان يعني كنت عارف والحميس دايمن حاضر هدية السلطة يعني كتكون سخنة هدية السلطة اللي تنجاز معانا وهذا هو الشكل النهائي تاع الماء داولة الطاولة ديالنا ننتمنى انها هانلت الاعجاب ديالكم والفيديو تاليه ان شاء الله قدر يفرحكم وينفعكم ان شاء الله وإلى فيديو مقبل انقلكم دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته